السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي فيديو جديد من وين. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم شكل جديد او فكرة جديدة من اشكال ماسك الكمامة. شرحت معكم في فيديو تاني اه الشكل دوت. ونشرح النهاردة شكل جديد برضك من استخدام بقايا الخيوط لتكوين مشروع صغير جدا للبنات المبتدئة. اتمنى يا رب الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم. لا تنسوا ازا عجبكم الفيديو تدعموني زي ما قلنا بنستخدم بقايا الخيوط. اي بقايا خيوط عندك قطن او صوف. المهم انك بتشتغلي بالابرة المناسبة لي. انا عندي هنا هشتغل معاكم النهاردة بخيط صوف مطاصلة سمكة وبنحتاج للازرار اي شكل ازرار اما آآ تستخدمك كبير او تستخدمك صغير زي ما انتي حبا. هستخدم معاكم كمان ابرة رقم تلاتة ونصف مليمتر. بسيب مسافة من الخيط. ولف الخيط حال اعلى لهوة. بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. وبنحتاج طبعا للمقص في النهي عشان نقص الخيط بتاعها. هبتدي اشتغل اربعتاشر سلسلة. بيكون عندي على الابرة حلقة بليف الخيط واخرج منها. بسم الله واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. بناشر. تلات اربعتاشر. بعد الاربعتاشر هرتفع سلسلتين وبعتبرهم ارتفاع غرزة نصف عمود واحد اتنين. وهعتبر نفسي اشتغلت النصف عمود ده فوق الغرزة ايه اللي قبلهم. يعني واحد اتنين ورقم تلاتة اللي ببتدي اكمل فيها آآ تكملة الزاوية بتاعتي. هشتغل بغرزة النصف عمود بشتغل في كل زاوية من الزاوية اللي هي واحد بتكون على اليمين وواحدة بتكون على اليسار. اول غرزة واخر غرزة يا بنات. هشتغل فيها خمسة غرزة نصف عمود. اشتغلت كده نصف عمود منهم. هكمل كمان هنا اتنين وفي النهاية بكمل كمان اتنين يبقوا عندي خمسة. هنا معي سلسلة على الابرة او حلقة على الابرة عفوا. الف الخيط. بقوا حلقتين. لفيت مرة واحدة بسيب واحد اتنين سلسلة لان دي اول غرزة نصف عمود عندي. وهدخل في الحلقة الخلفية للغرزة رقم تلاتة بعديهم. اسحب الخيط واخرج. معي على الابرة كده تلات حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما التالت. كده اشتغلت اتنين. تالت واحدة. بيكون عندي حلقة. بلف لفة واحدة بقوا حلقتين. هدخل نفس الفراغ. اسحب الخيط واخرج. معي على الابرة تلات حلقات. بلف الخيط واخرج منهم واحد اتنين تلات. اشتغلت كده في البداية تلات غرص وفي النهاية في نفس الفراغ هشتغل كمان غرزتين. هروح بقى. عندي اينا اتناشر غرزة هشتغل عليهم اتناشر غرزة نصف عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة ستة سبعة كمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر. وصلت الاخر غرزة موجودة عندي اللي هي في الزاوية التانية هشتغل هنا بقى على طول خمسة غرزة نصف عمود في نفس الفراغ. بالف الخيط على الابرة وبدخل فراغي. هشغل. اسحب الخيط واخرج. قالف الخيط واخرج من تلات حلقات. كده واحد. في نفس الفراغ كمان مرة. اتنين. تاني في نفس الفراغ. تلاتة. اربعة. كمان مرة في نفس الفراغ يبقوا خمسة. ليه بنشتغل بالشكل ده خمسة هنا وخمسة هنا عشان خاطر تاخد الدايرة دي كده زي ما احنا شايفين. خيط البداية بجيبه في ظهر الغرز. وهبتدع اشتغل على نفس الغرز اللي اتناشر بسمي الجهة المقابلة. انا اشتغلت الناحية دي هشتغل بقى على الحلقتين اللي كانوا بقيين عندي من السلسلة اللي احنا طبعا كانوا عندي مش في السطر الاول هي مش سطر ولا حاجة. اللي هي سطر السلاسل يا بنات. هكمل فوق كل غرزة من الاتناشر غرزة ايه زيها? واحد. كل فراغ بقابيني. بشتغل فوقي غرزة نصف عمود. هكمل لغاية ما وصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. كده وصلنا لنهاية السطر بعد ما اشتغلت اتناشر على اتناشر قصادهم. اخر غرزة عندي اللي هي كانت اول غرزة عندنا بكمل فيها بقية الخمسة. واحد. اتنين. كده بكون خلصت السطر اللي هو طبعا اشتغلنا اهو. فوق اول غرزة منهم اللي هي تاني سلسلة ارتفاع واحد اتنين. كده دي اول واحدة اي رقم اتنين اهي. بدخل فوقي اصحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة. فكرة مفيش اسهل وابسط منها. هلف الخيط واسحب من الحلقة اللي عندي دي على الابرة. وبسيب مسافة بالشكل ده من الخيط واقص. وهبتدي اسحب بقى الخيوط دي انا اضافها داخل الغرز تحت حرف ال V لكل غرزة بتقبني مرة من الجهة دي ومرة من الجهة دي. او بابرة التنظيف يا بنات وببتدي اه اخيط الخيط دوت تحت الغرز. لكن طبعا عشان استخدم ابرت التنظيف او ابرت الخياطة لازم يكون المسافة اللي بسيبها قبل مقص الخيط مش اقل من عشرة او خمستاشر سنتي. بالشكل ده مش هطول عليكم لان الفكرة بصراحة سهلة وبسيطة جدا. بكمل تنظيف الخيوط. وفي النهاية بركب الازرار. بالشكل ده اهو. ازرار بتاعتنا متسمة. ربنا يجعل حياتنا كلها خير وبركة وسعادة ورزق يا رب. ده مشروع بسيط للبنات يا بنات المبتدئات والله يقول لكل البنات او سيدات اللي بيتابعوا آآ قناتي اتمنى يكون آآ طبعا حاجة كده تكون آآ تكون فيها خير وصالح للجميع ان شاء الله. وحتى لو مش هتعمليها مشروع حلوة جدا لو هتعمليها لنفسك او لأولادك. ما تشتريش حاجة من بره تقدري تصنعيها بنفسك طالما هي سهلة وبسيطة ومن بقاء الخيوط يعني مش هتكلفنا حاجة. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيط عليكم وكمان تحوز آآ اعجابكم او تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليسا امرا ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشيروا سبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرش وسالكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.